اشتركوا في القناة وذلك سنتحدث عن الإعلان الخاص وعدد المناصب الخاصة بهذه الجهة حيث تعنينا الأكاديمية الجهوية التربية التوكين لجهة سوس ماسا عن تنظيم مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية الخاصة بالأساتدة وملحقين اقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وذلك يوم السبت 11 دجنبير 2021 حسب الأطر والأسلاك والتخصصات والمواد والأعداد المحددة في الجدول المفق بهذا الإعلان والذي سنتحدث عنه بالتفصيل يعني أن المباراة تكون يوم السبت 11 دجنبير فيما يخص ترشيح يتم الترشيح لشياز الاختبارات الكتابية وجوبا بعد المصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشيحين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمباراة التوظيف والذي يحدد فيه المترشح ومترشحة المديرية الإقليمية التي يرغب في العمل بها علما أن الناجحين سيتم تعينهم بعد خضوعهم للتكوين التأهيلي بنفس الإقليم الذي تم اختياره من طرفهم بالنسبة لسلك التعليم التدائي وملحق الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وإما بنفس الإقليم أو بالأقاديم الواقعة في المجال الترابي للأكاديمية بالنسبة لسلك التعليم التانوي ما يعني أنه لك الحرية في اختيار الإقليم والأكاديمية التي تريد والتي بها سيتم تعينك في حالة النجاح وتتم المصادقة على طلبات الترشيح عن طريق نفس البوابة الإلكترونية خلال الفترة المتراوحة ما بين 20 نوانبير إلى 4 دجنبير يعني هذه الفترة تكون خاصة بالمصادقة على طلبات الترشيح التي سيوضعها المترشحين في البوابة الإلكترونية هذا ولا يمكن المترشيح والمترشيح أن يصادق إلا على طلب واحد حسب اختياره أو اختيارها إما أستاذ التعليم التانوي أو أستاذ التعليم تلائي أو ملحق الاقتصاد والإدارة أو ملحق تربوي أو ملحق الجماعي يعني ما يمكن أنك تعمر في جزء الأمور مثلا تعليم تلائي ما يمكن أن تعمر تانوي والإعداد وكذلك لا اختارية التعليم يمكن أن تختار ملحق الاقتصاد والإدارة أو ملحق تربوي أو ملحق اجتماعي كما أنه بالنسبة للمترشيح المباراة توظيف سير التعليم التانوي لا يمكنه أو يمكنها أن يصادق على ترشيحه إلا في تخصص واحد يعني يدفع سير واحد تخصص ما يمكن يدفع تخصص آخر بالنسبة لسروط الترشيح تفتح المباراة في وجه المترشيحين غير الموظفين المتوفرين على السروط التالية سروط عامة أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإذانة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة يعني ما عندهم شجار ما ذي لنقبل يعني مهمرهم ذي للكميسارية أن يكونوا مستوفين للشطة القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم يعني يكونوا معافين بدنيا بشيزاولوا هذه المهنة هذه ألا تربطهم أي علاقة تشغل مع أي مؤسسة لتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغيل آخر يعني ما تكون عندهم تشي عقلة عمل مع شي مؤسسة خاصة أو شي مشغيل أليف المترشحون لمباراة توظيف الأساسية أو طول أكاديمية أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في التربية أو شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها مع علم أن الناس اللي عندهم الإجازة في التربية ما غريش يخضعوا للإنتقاء الأولي أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها بها المترشحون لمباراة توضيف ملحق الاقتصاد والإدارة أطور الأكاديمية أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو ما يعادلها جيم المترشحون لمباراة توضيف الملحقين التربويين أطور الأكاديمية أن يكونوا حاصلين على بالنسبة لتخصص تحضير المختبرات المدرسية شهادة الإجازة في الدراسة الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في مجال فيزياء أو الكيميا أو علوم الحياة والأرض أو ما يعادلها وبالنسبة لتخصص الحراسة التربية والتوتيق شهادة الإجازة في الدراسة الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في جميع التخصصات أو ما يعادلها دال المترشحون لمباراة توضيف الملحقين الاجتماعيين أطر الأكاديمية أن يكونوا حاصلين على ديبلوم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في مجالات الفلسفة أو علم النفس أو علم الاجتماع أو ما يعادلها بالنسبة للشروط الخاصة بالنسبة للتدريس بالتعليم التانوي لا يمكن الترشح إلا في المواد الدراسية المطابقة لمجال التخصص يعني فاش ما عندك الإجازة يعني لك التخصص هو اللي عندك الحق أنك الدفع لي مثلا عندك إجازة في الدراسات الفرنسية خاصتك الدفع تخصص فرنسيا عندك إجازة في الدراسات الإنجليزية خاصتك الدفع لمادات اللغة الإنجليزية وهكذا دوليك ويلغى كل تراشح غير مطابق لتخصص شهادة المدلة بها باستثناء مادة التربية البدنية والريادية التي يتم فيها قبول جميع التخصصات على أن يخضع المعنيون بالأمر لاختبار عملي لقياس مستوى الأداء الريادي مباشرة بعد الاختبار الكتابي إلا التربية البدنية لكي يقبلوا فيها جميع الشعب غير أنه يمكن لحامل الإجازة في شعبتي العلوم الاقتصادية والقانون باللغة الفرنسية الترشح لتدريس مادة اللغة الفرنسية كما يمكن لحامل الإجازة في الفيزياء الترشح لتدريس مادة الريادية يعني الناس اللي عندهم شعبتي العلوم الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية يعني ممكن أنهم يدفعوا لمادة اللغة الفرنسية ولو الناس اللي عندهم علوم الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية ما عندهمش الدراسات الفرنسية كما يمكن الناس اللي عندهم شعبات الفيزياء أو الإجازة في الفيزياء أنهم يترشحوا لمادة الريادية وبالنسبة لترشح لتدريس مادة التكنولوجيا والعلوم الصناعية فهو مفتوح في وجه حامل الإجازة في التربية أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في مجال العلوم الصناعية للمهندس أما الترشح لتدريس مادة الاقتصاد فهو مفتوح في وجه حامل الإجازة في التربية أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في مجال علوم الاقتصاد والتدبير أما بالنسبة لملف الترشيح يتكون ملف الترشيح من الوطائق التالية وصل الترشيح الإلكتروني المستخرج عبر البوابة الخاصة بالمباريات نسخة من شهادة الإجازة أو الشهادة المعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف وأيضا رسالة تحفيز يحررها المترشيح أو المترشيحة بخط اليد ويعبر فيها عند وافع اختياره الترشيح لإحدى المهن موضوع التباريء مهنة التدريس أو مهنة التدبير الإداري أو التربوي أو الاجتماعي وما يسمى لاتخدو موتيفاسي ثالثا إذا ملفات الترشيح في إطار توظيف تكنولوجيا المعلومات وتبسيط المساطر واعتماد الخدمات الرقمية وتجريد الوثائق من الصفة المادية فإن إذا الملفات سيتم عبر الموقع الإلكتروني بشكل يمكن من تقليص تبادل الوثائق الورقية والحد من تنقل المترشيحات والمترشيحين باعتماد تقنية رافع النسخ الإلكتروني لوثائق ملفاتهم وفي هذا الصدد يتعين على المترشيح النسخ وتائق ملف الترشيح باستخدام الماسح الضوئي سكانر وتحميل هذه النسخ في صيغة PDF بالموقع الإلكتروني الخاص بمباريات توظيف وذلك ابتداء من يوم السبت عشرين نوانبير 2021 إلى غاية الساعة الثانية عشر ليلا من يوم السبت أربعة جنبير 2021 وهو آخر أجل المصادق على الترشيحات وإداعها عبر البواب الإلكترونية ثانيا دراسة ومراقبة ملفات الترشيح تحت إشراف الأكاديمية تختع ملفات الترشيح للدراسة والمراقبة على المترشيحين بالنسبة للمترشيحين بسلك التعليم الاتدائي وكذا بالنسبة لملحق الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وعلى المترشيحين بالنسبة للمترشيحين بسلك التعليم الثانوي وذلك لتأكد من توفر المترشيح على الشروط المطلوبة للجهاز المباريات ثانيا الانتقاء الأولي تخذع ملفات الترشيح للانتقاء الأولي من طرف رجان المباراة المحددة لهذا الغرض يتم الانتقاء الأول للمترشعين باعتماد معايير موحدة قابلة للاحتساب الميزة في البكالوريا الميزة في الإجازة وعدد سنوات الحصول على الإجازة يعني من بين الأمور التي تكون في الانتقاء هو أولا الميزة التي تكون في البكالوريا ليس فقط غير ميزة الإجازة وعدد سنوات الحصول علي لأنه كان ما يسمى النظام القديم يعني كان في أربع سنوات أما النظام الجديد هو في ثلاث سنوات وذلك وفق شبكة تعدد لهذا الغرض واجتتنا من الخضوة لعملية الانتقال أولي حاملوا الإجازة في التربية وخرجوا المسالك الجميع للتربية كما أشرنا على ذلك سابقا يعني الناس اللي واخدين الإجازة في علوم التربية رمكي خدعوش لهذا الانتقال نهائيا رابعا استدعاء المترشحين يتم نصر لائحة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لجيازة الاختبارات الكتابية يعني غير تم شدعاء المترشحين عبر البوابة الخاصة بمباراية التوظيف وبالمواقع الإلكترونية الأكاديمية والمديريات الإقليمية الواقعة في مجال التربية كما يتم نصر لائحة الناجحين في الاختبارات الكتابية المؤهلين لجيازات الاختبارات الشفوية بنفس البوابة والمواقع الإلكترونية مذكورة يعني في المواقع المذكور اللي ستجل فيه سيتم نشر اللوائح للناس المقبولين أولا في الانتقاء ثم أيضا من يغدوزوا الانتحال كتابي سيتم نشر اللائحة للناجحين في الاختبارات الكتابية ويعتبر الإعلان عن لوائح المقبول لاجتماعات الاختبارات الكتابية والاختبارات الشافية بمثابة استدعاء رسمي للمترشحين المعنيين طبعا الحال بعد نشر إعلان عن لوائح المقبولين لاجتماعات الاختبارات الكتابية والاختبارات الشافية يعني هذا تعتبر استدعاء رسمي للمترشحين المعنيين خامسا إجراء الاختبارات الكتابية والاختبارات الشافية والعملية الاختبارات الكتابية يستاذ المترشحون الاختبارات الكتابية على الشكل التالي بالنسبة للأساسي التعليم تدائي التخصص المتدوج اختبار في المادة أو في المواد المدرسة بتعليم تدائي اللغة العربية اللغة الفرنسية الرياضيات والعلوم المدة الإنجاز هي ثلاث ساعات والمعامل ثلاثة ثم اختبار في دي داكتيك المواد المدرسة بالتعليم التدائي اللغة العربية اللغة الفرنسية الرياضيات والعلوم مدة الإنجاز ساعتين والمعامل واحد أما بالنسبة لتعليم التدائي للغة الأمازيغية سيكون اختبار في مادة اللغة الأمازيغية ومدة الإنجاز هي ثلاث ساعات والمعامل ثلاثة دائما اختبار في دي داكتيك مادة اللغة الأمازيغية المدة الإنجاز ساعتين والمعامل واحد يعني دائما المادة أو المواد الأساسية المعامل يالوم ثلاثة أما بالنسبة للديداكتيك فالمعامل واحد بالنسبة التعليم التانوي بتلكيه جميع التخصصات يعني الإعدادية والتانوي بجميع التخصصات اختبار في مادة التخصص وقد يكون المدة الإنجاز ثلاث ساعت والمعامل ثلاثة ثم اختبار في الديداكتيك مادة التخصص ساعتين هي مدة الإنجاز والمعامل دائما واحد بالنسبة لأطور الدعم الإداري والتربوي الاجتماعي ملحق الاقتصاد والإدارة أطور الدعم الإداري سيكون اختبار موضوع حول التدبير المادي والمالي والمحاسبة لمؤسسات التربية والتعليم العمومي مدة الإنجاز ثلاث ساعة المعامل دائما ثلاثة موضوع حول الاختصاصات أو المهام المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها مدة الإنجاز ساعتين والمعامل واحد أما بالنسبة للملحقون التربويين أطور الدعم التربوي فسيكون الاختبار حول موضوع التدبير الإداري والتربوي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي مدة الإنجاز دائما 3 ساعة والمعامل 3 موضوع حول الاختصاصات أو المهام المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها ومدة الإنجاز ساعة ثم المعامل واحد بالنسبة للملحقين الاجتماعيون أطور الدعم الاجتماعي موضوع الاختبار حول تحليل ظاهرة نفسية واجتماعية مدة الإنجاز 3 ساعة المعامل 3 ثم موضوع حول الاختصاصات أو المهام المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها ومدة الإنجاز ساعتين والمعامل واحد هذا ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص وتمكن المترجحين من التحديد الجيد لهذه الاختبارات فقد تم وضع بطاقات توصيف مواضع الاختبارات تحدد المجالات وتحصر المحاول الرئيسية ودرجة أهمية كل مجال أو محور ويمكن الطلاع على هذه البطاقات وسحبها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباريات يعني كنت توصيف الخاص بما يجب مراجعته لهذه المباريات وفيما يخص الاختبارات الشفوية يتأهل لجيازها المترجحون المعلن عن نجاحهم في الاختبارات الكتابية الإطار أستداء جميع التخصصات يعني مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترجحة والمترجحة على ممارسة مهام تدريس مدة المناقشة 30 دقيقة والمعامل 3 بالنسبة للملحق الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والملحقون الاجتماعيون مناقشة مواضيع حول مهام واختصاصات الإطار الممتحن في شأنه وتمنح للمترجحة 15 دقيقة للتحضير المقابلة الشفوية أما مدة المناقشة فهي 30 دقيقة والمعامل دائما 3 سادسا الإعلان عن النتائج النهائية يتم حاصر لوائح النجحين بصفة نهائية وكذا لوائح الانتظار حسب الاستحقاق ونصرها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمباريات التوضيف وبوابة التشغيل العمومي وبالمواقع الإلكترونية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الواقعة في مجالها الترابي سابعا التكوين التأهيلي يخضع المترشحون الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية لتكوين تأهيلي بالمركز الجهوية والمهان التربية والتكوين لمدة لا تقيل عن 7 أسهر يعني مجرد ما غالي تنجحه بطبيعة الحال سيكون ربما تقريبا 7 أسهر للتكوين ثم تبدأه في سنة دراسة الموالية العمل بشكل رسمي يتقاد المعنيون بالأمر خلال فترة تكوين التأهيلي يعني يكون واحد تعويده بهذا التكوين لـ 28 ألف ريال يعني 1400 درهم في حالة تخلف مترشح واحد أو أكثر من بين المترشحين الناجحين في مباراة التوظيف عن الالتحاق بالمراكز أو بالمركز الجهوية اللي مهان التربية والتكوين بدون مبرر مقبول في أجل أقصى 5 أيام يتم متعويده يعني الإنسان لغيب ضرف 5 أيام بلا ما يعطي شيء مبرر أو شيء شهادة طبية يعني كيتم التعويد دياله بالناس بعد إخباره بذلك يعني بعد الإخبار ديالك بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقار أما بالنسبة للمترشحين ناجحين في مباراة توظيف الأساسية يهدف التكوين التأهيلي إلى إكسابهم الكفاية المهنية الأساسية قصدة عليهم قادرين على ممارسة ناجحة لمهنة التدريس وهنا يظهر التناقض في الحكومة حول مسألة التكوين والآن سأترككم مع العدد الخاص بكل إقليم يعني أو مدرية إقليمية يعني أو مدرية إقليمية يعني أو كل مدرية إقليمية والعدد لطالب النسوة أساسية التعليم التانوي أو أساسية التعليم الابتدائي أو أوطور الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وحد موفق للجميع تحياتي وإلى اللقاء